صباح الخير لإلكم مشاهدينا وصلنا لفقرة الجمال ومعنا خصائية التجميل أماني البشايرة للحديث عن ميكب حفلة الحنة أهلا وسهلا فيك أماني نورتينا وأهلا وسهلا بزين منوري يا زين طالعة مثل الأمر أهلا وسهلا فيك يعني أماني عم نشوف مؤخرا كتير صاروا الصبايا يلجأوا لحفلة الحنة قبل حفلة العرس بتها تحضيرات مختلفة عن العرس خلينا نحكي عن تحضيرات حفلة الحنة بتبلش من وين هلأ أول شي بتبلش من التوب هلأ صار يعني صار يسموا بتفاصيل الحنة أكتر من العرس يعني صار العرس معروف شو يعني بيعملوا فيه بس الحنة صار فيه يعني ثيم كامل للحنة من ضمنه أنه التوب للعروس وبرضه مرات بيعملوا لكل المعازيم أنه يلبسوا نفس الديزاين تقريبا بس أنه ألوان مختلفة هلأ دائما يعني كمان الميكوب لازم يكون متناسق مع لون التوب هلأ هو ما بتقيد يعني أحمر وأبيض ممكن فيه الناس بتلبس أسود مع أحمر وممكن بينك مع أبيض أو آيفوري أو شيء زي بس بنلاحظ العروس أكتر بتلجأ للون الأبيض مع لون تاني بالزبط تمام نبلش بعد التوب اختارت العروس توبها ورتبت أمورها بتجيب توبها لعندك لحتى تشوف ألوانه لحتى حضرتك تشوفي ألوانه وتبلشي الميكوب خلينا نبلش شو أول التحضيرات لميكوب يكون حفلة الحنة وبدنا كمان العروس تبهج وقت العروس بالضبط أول شيء ما نكون يعني شيء مبالغ فيه أنها بتكون حفلة يعني ما فيه فترة طويلة بينها وبين حفلة العرس فلازم يكون ميكوب ناعم هذه بحيث أنه أنا لو بدي أتقل شوي على العرس يكون فيه فرق بين نحكي الحفلة الثاني تمام تمام بلجأ أكثر شيء للألوان النود بتحسيها أنه بتروح مع أغلب ألوان التوب ممكن إذا كان داخل فيه لون البينك برضه ألجأ شوي للبينك تمام بصف يحسب كمان شكل العيون لون البشرة لازم يعني نهتم بكلها حلو حلو عم نشوف زين ما شاء الله عليها طالعة زي الأمر وليلي أماني التكنيك اللي استخدمتي بالميكوب لحتى تطلع بهاي الطل الحلوة هلأ أول شيء بأي ميكوب بعمله أنا يعني بتهمني نظافة البشرة نظافة البشرة يعني نظافة ميكوب تمام سحبة العين قلت لي كل عين إلها رسمة معينة بشتغل عليها حسب هي كمان شو العروس بتحب شو بتحب ألوان يعني ممكن أنا شايف فيه ألوان معينة بتلبق لها تمام بس فيه ألوان تانية يعني ما بتلبق لها ممكن حتى اللي بتلبق لها هي ما بتحبه فلازم تكون برضو هي مرتاحة يعني أختار لها شيء هي حبيته مناسب للابستها حلو كتير الألوان اللي استخدمتيها أماني عم بنشوف خلينا نبلش من الفونديشن البيس بعدين للعيون هلأ هي يعني بشرتها درجتها فاتحة تمام فيفضل أنه أنا بخلي نفس الدرجة أسمر أسمر ممكن أفتح إشي بسيط درجة أبيض أبيض بالزبط حسب درجة بشرتها استخدم البلاش برضو يكون مناسب مع لون بشرتها يعني شوفي الألوان مثلا اللي هون يعني تكون رايحة بين الوردي الفاتح بالزبط برضو باستخدم اللي هو البلاش اللي يكون فيه شوي قلتر تمام بيعطي هيك غلوي يعني للبشرة جاي فيه هون غمضي استخدمت هون القلتر اللي هو رايح شوي على أبيض تمام عشان شوي هيك يعطي رفلكشن كمان بحب أستخدم تحت العين لوس باودر برضو فيها هيك يعني شوي قلتر برضو هيك تعطي رفلكشن تحت العين حلو ما استخدمتي آي لائنر صح؟ دمجتي بس الشدو نهائيا ما استخدمت آي لائنر هون يزبتشوفي وهي مغمضة الموديل يس انتبهت استخدمت السحبة بالشدو نفس الأسود والبني حلو كتير هو شوفي مو شرط يعني أنه أنا أستخدم الآي لائنر بكل شغلي ممكن أستغني عنه لأنه فيه أشياء يعني تيجي ألطف تقدر تعمليها بلندينج مع الشدو تماما الرموش أماني دائما إحنا الصبايا بنتلبك فيهم وبنص الحفلة بنلاقي الرمش فك طائعا فعلا لقيه طار شو الطريقة الصح لتثبيته أول شي هل هو نوع اللزق اللي لازم نستخدمه كمان بفرق وبالصبت نوع الرمش بالصبت نوع الرمش ونوع القلوه ضروري يعني يكون إشي منيح وبنفس الوقت أنا ببعد عن اللونه أسود أنا ما بحب أستخدمه صراحة باستخدمه الشفاف أو الأبيض بتركه شوية نشف على الرمش وبعدين بثبته واستخدام ملأة للرموش وبعدين بمسكر الرمش الطبيعي مع الصناعي فتحسي أنه خلص تابت مية بالمية طب إذا فك معنا بنص الحفلة شو في طريقة ممكن أنا أثبته فيها هل بالمسكرة العادية ممكن يثبت ولا لا حسب إذا فك كله يعني أكيد بدك تراجع تشيله أو ترجع تحط قلوه مرة تانية عشان هيك من البداية إحنا نجيب إشي منيح عشان ما يتفاده هذه المشكلة تضل معنا طول الوقت طيب من بعد الرموش ومن بعد ما دمجتي ألوان الشدو على عين الإصابية الحواجب هاي أهم نقطة هاي هاي أهم نقطة وفعلا بنحس هاي مرعب الخطوة هاي عندي أي حده نقص الميكوب فعلا بيبين مع الحواجب صح هلأ أنا بشغلي بترك الحواجب آخر آخر لقطة يعني ليه لأنه ممكن أنت تشتغلي بالعين ممكن شوي يطلع عليهم فاونديشن نشده كل شيء فقط أخلص كل شيء ودمج العين وخلص أنا خلصت شغل العين بنظف الحواجب منيح بعدين ببلش أمشطهم عشان أنا أشوف وين الفراغات الموجودة يعني مو شرط أنه أمسك أنا الألم وبلوك من أول حاجب لآخر يعني بيكون منظر كتير فيك ومو لطيف أصلا صح فأنا بس أمشطهم رح يبين معي وين الفراغات اللي لازم يعني أنا أعبيها فشعر بشعر بعدين بثبتهم بمسكرة الحواجب ترفي أنا أخاف من رسمة الحواجب خاصة بفترة الصيف مع أجواء الحارة ممكن الصبية تنسى تحط إيدها على وجهها فهل ممكن يتأثر؟ هلأ شوف حسب النوعية أكيد لأنه في نوعية بتنشف وخلص يعني بتكون مثل المات ما بتتحرك يعني ثابتة وأنت بس تخلصي بتحطي يعني واكس أو المسكرة الحواجب بيظل ثابتة فما في مجال أنه إيش يتوسخ خاصة الحواجب يعني إيش ما بنخاف منه واللون خاصة اللي شعرها أشأر والشعرها أسود ولون الحواجب غير لا فيه اللي لون أصلا حواجبهم أسود هذول يعني يفضلوا على لونهم وأغلب اللي حواجبهم لونهم أسود بيكون أصلا شعر الحاجب عندهم كثيف فما في داعي كثير أعلم في كثير يعني بعمل زباين ما بيكون يعني حاجبها يعني بيحتاجني أن أعلم فخلص بضل على رسمة الحاجب نفسه وبرتبه يعني بمشطة والمسكارة تمام اللي هي شفاف طبعا تمام ألوان الروج أماني يعني بروح للألوان النود برضه نود فاتح نود دغامة النود اللي مايلي شوي على وردي ممكن أنا أحط مثلا زي هيك حطة مات تمام حطة فوق نفس اللون لابي كلوس زي هيك خاصة النود يعني ممكن شوي بالصور يظلم الصبية مش كتير سنان هيكون طلعين بيض عرفتي هاي النقطة كتير بسمع تعليق من الصبايا إنه أنا ما بحب النود شوفي ما هي في ناس مش فاهم يشون لون النود أصلا يعني ممكن تكسيري بلمعة تانية بالصبت آه بدين دائما اللي يكسر لون الروج فبصير إشيء لطيف يعني بالعكس بيعطي جمالية للابتسامة كمان كتير وبيعطي فوليوم كمان خاصة أنه فيه منه بيكون يعني بيعمل بلومبينج فانو ينفخ شوي الشفايا حلو أبرز الأخطاء اللي بيقوموا فيها الصبايا بحفلة الحنة شو هي تحب تنصحيهم لكل اللي عم بيحضرونا وقرب عرسها قربت حفلتها في منهم يعني بيشوفوا إنه لون التوب أحمر فيه أحمر تحط روج أحمر والخمري هذا الكتير كتير غامع فبتحسي إنه كتير بيعطي حدة وغير هيك بتحسي إذا نحط بطريقة كتير مبالغ فيها بيغير شكل الصبية يعني اللي حاطيته فنضل على الألوان اللي نعمة الهادية بتحسيها ألطف عشان كمان تتركي مجال شوي للعرس للعرس وبتشوف قدي الصبايا هلأ عم بيعتمدوا اللوك الناتشرال الألوان اللطيفة الخفيفة ميكب نو ميكب فيه منهم أصلا يعني بس بتقولك حطيلي لون انتقالي مسكارر موش بينه طبيعيين والبلش والروج يعني الأشياء اللي احنا أصلا نطلع فيها كل يوم حلو حلو كتير يعني أماني دائما احنا بحفلاتنا خاصة بالحنة ممكن تلجأ العروس إنها تحني إيدها أو مثلا تعمل هيك رسمة بسيطة فيه ستايل معين أو نوع معين لحتى هي ما تندم بعدين العرس وتضل الرسمة موجودة على الإيد هلأ حسب هي فيه أنواع اللي بتروح بس تفركيها مي وصابون خلاص بتروح في منها بتضل أسبوعين فهي تنتبه للي بدها تحنيها تقولها أنه أنا ما بدي ضل يعني بدي بس اليوم زي ما بدأ الحنة اللونها أبيض كتير يعني صبايا عم بنشوفها ترند هلأ هاي يعني مفعولها ما نفس اليوم خلاص يعني بتروح مش وقت طويل مثل الحنة السودة فحسب هي العروس وزوءها يعني هي شو حابة كتير حلو بنشوف كتير صبايا ممكن يلجأوا زي ما أنت عاملة مع زين حطها الاكسسوار على الراس مع الربطة طبعة التوب أدي أنت مع هاي الخطوة صراحة حلو لأنها بتكمل يعني نحكي التوب والستايل كامل وبتقدر كمان أنه يعني تتصور برا ما بتتغلب أنه تروح تلف حجاب يعني نحكي ما بيلبأ للتوب فهيك خلاص بيضل استايل كامل ومرتب وإذا ما في حجاب نوع التسريح اللي تحب تعتمديه على الميكب يعني ريتجو ويفي شي ناعم كتير يعني برضو ما نبالغ بالتسريحة أنه هي بتصفي يعني الفستان مش كتير يعني نحكي فيه وفوليوم فلازم يعني كل شيء الميكب والشعر والتوب يكون فيهم تناسق يعني ما نبالغ بالأمور بالضبط وما ننسى أنه في حفلة عرس وأكيد بدنا إياها تلهج كمان أكيد أكيد مصيحة أخيرة منك لكل الصبايا اللي عم بيحضرونا أماني أبل ما تهتموا بالميكب اهتموا ببشرتكم كتير كتير منيح عشان أبل بقديش يعني لطول العمر يعني لازم من أول حياته الواحد يتم ببشرت عشان دائما يعني الميكب يطلع نظيف لأنه بيجوا بكون بشرتهم تعبانة فبتحط الحقة على الميكب أنه خرب بسبب أنه أنتم معرفين تشتغلوا لا هو بيكون بشرتك تعبانة وللأسف بتبلش تعمل تقشير وعناية أبل بوقت بسيط جدا هذا الشيء كتير غلط فأنتي أوكي عملي سكن كير من قبل بشهر يعني من ما مكون قبل بشهر فهيك بتتفادي أي مشكلة تمام بعد تحضير البشرة والعناية إيش كمان تنصحيها؟ اختاروا ألوان ميكب مناسبة لإلكم ويفضل أنها تكون الألوان الهادية اللي مثل مثلا احنا عملينا الصبية اللي رايحة على النود أدي شرب المي كمان بأسر على الميكب أماني؟ كتير على جفاف البشرة؟ طبعاً كتير كتير يعني تقولوا لي إحنا منرطب كتير كتير طب تشرب ماي؟ لا فهو لازم يكون الإشي داخلي وخارجي عشان البشرة تستفيد ويظل فيها رطوبة أكتر وخاصة إحنا بفصر فطت الصيف يعني صبايا مش كتير بنحب وجود الفونديشن على وجهنا والميكب فبدنا نوعية والتكنيك نفسه ما نكون مشاوبين ويبلش فيه لمعة بالوجه أو حتى يروح الفونديشن لازم يكون فيه يعني تونر مع الباودر إنتي كمان بالضبط لازم يكون فيه يعني نحكي باس حتى لو البشرة الدهنية البيس اللي إحنا منحطه من ناتني فيه لازم يكون يخفف شوي من الدهون اللي ممكن أنها تطلع على البشرة فبالتالي بيظل معك الميكب فترة طويلة مستحيل يخرب حلو كتير حلو كتير يعني فتس قبل وبعد أدي مواقع التواصل الاجتماعي بتفيدك أماني وأدي بتروجي لشغلك على طريق مواقع التواصل الاجتماعي كتير حرب إلكترونيه قوليلي فيه تكريك معين بتحب تستخدميه لأنه إحنا أغلبنا لما بنشوف أو لما بدنا نعتمد أخصائي التجميل تعمل لنا الميكب وصراحة هذا الموضوع بيكون مشكلة كثيرة عند العروس إنها تختار الشخص المناسب صح شوفي هلأ السوشال ميديا بلعب كتير دور أول شي يعني إحنا بزمن إنه السوشال ميديا منشوف الشخص منفتح على صفحته منشوف الصور الفيديوز اللي منزلها نشوف شغل حقيقي مش حقيقي خلينا نرجع على حقيقي ومش حقيقي مع انتشار فترة الفلاتر وعم بنشوف كتير تطبيقات ممكن تنزل حتى الفيديو بفلتر تعمل الميكب كله كمعان طب كيف بدها تميز الصبية شوفي هلأ هي بتصفي موضوع إنه لازم تجرب لازم تجرب مع أنه أغلب المحلات ما بتسمح إنه تعملي تست لا هي مش تست هي رح تجرب بحفلة يعني خلص لازم تجرب يوحظها بالضبط فهي كمان نشوفي اللي شغله نظيف واضح كون له ضجة كبيرة يعني والواحد يعني لما بيشتغل شغل ويصور تصوير صح ويبين شغله هو الكسبان بالآخر ما في داعي يعني نكذب على الناس لأنه بالآخر رح ننكشف وما ننسى كمان إحنا صبايا لما بنعمل ميكب صحباتنا ولي حوالينا لما بيشوفوا الميكب الداخل هاي أحلى دعاية فعلا فعلا يعني أماني إحنا نبسطنا فيك كتير وبنا نشكر تواجدك معنا وشكرا لزين الأمر اللي كانت معنا اليوم إن شاء الله يا رب الحفلات بتكون في كل بيوتنا الأردنية وكل عروس إن شاء الله بنفرح فيها وأهلها كمان بيفرح فيها شكرا جزيلا لأيك شكرا أعمال موسيقى أعمال